اشتركوا في القناة جنوبية قطاع غزة ونزوح كبير للعائلات تجاه رفح بعد فشل صواريقها في الوصول الى انفاق حماس تقارير تكشف عن خطط اسرائيلية لغمرها باستخدام مياه البحر الجيش الاسرائيلي في مطالبته منظمة الصحة باخلاء مستودع ادوية في جنوب غزة والامم المتحدة تحذر من السيناد المرعب طهران تنفي وقوفها وراء اي هجمات على القوات الامريكية واشنطن توفيد لاندر كينغ الى منطقة الخليج لبحث امن البحر الاحمر وخليج عدد ترجمة نانسي قنقر تحيات طيبات السلام عليكم ورحمة الله واهلا بكم الى هذه الساعة الاخبارية من الرياض مع استمرار التصعيد والقصف الاسرائيلي على قطاع غزة افاد مراسل الحدث ببدء عملية نزوح جديدة للعائلات التي نزحت مسبقا من شمال القطاع الى جنوبه وتمركزت في محيط مستشفى ناصر في خان يونس وبحسب مراسلنا فقد بدأت العائلات بالنزوح هذه المرة الى مدينة رفح باعتبارها اخر نقطة للنزوح في جنوب القطاع الى ذلك قالت مصادر ان اليات اسرائيلية قد بدأت محاولات التوغل البري في جنوب قطاع غزة وقد نقلت وكالة انباء العالم العربي عن شهود عيان ان محاولات التوغل تتركز في مناطق في شرق خان يونس وتحديدا في منطقة بني سهيلة حيث تشارك عشرات الاليات في محاولات التقدم في المنطقة يأتي ذلك فيما شن الجيش الإسرائيلي خلال الساعات الماضية قصفا عنيفا على مختلف أنحاء القطاع وقد سقط العشرات بين قتير وجريح فجر هذا اليوم جراء استهداف مبنى سكاني جنوب حي الشيخ رضوان في غزة وآخر في مخيم خان يونس جنوبي القطاع شكرا 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 أفادت صحيفة نيويورك تايمز ببدء الجيش الإسرائيلي الاجتياح البرية لجنوب قطاع غزة وفقا لتحليل أجرته بصور بالأقمار الصناعية وبحسب تحليل لنيويورك تايمز فإن صور الأقمار الصناعية الجديدة قد التقطت يوم الأحد على الساعة التاسعة صباحا إذ أظهرت وصول الجيش الإسرائيلي إلى موقع جنوب در البلح على بعد حوالي ثلاثة أميال شمال وسط مدينة خان يونس الصور أظهرت كذلك والتي نشرتها الصحيفة الأمريكية عشرات المركبات المدرعة في المنطقة وممرات ومساحات وسواتر تم نصبها لتحصين مواقع الجيش الإسرائيلي ومركباته تشير الصحيفة إلى أن تحرك الجيش الإسرائيلي نحو خان يونس يمهد الطريق لما يرجح أن تكون المعركة الحاسمة في الحرب في القطاع ترجمة نانسي قنقر أعلنت حركة حماس استهدافها مدينة بير السابع الواقعة جنوب إسرائيل برشقة صاروخية جديدة ردا على استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجنديين وإصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة في معارك شمال غزة قالت الصحيفة أن أربعة جنود قد أصيبوا بجراح خطيرة في معارك شمال غزة وبهذا يصبح عدد القتل الإجمالي الذي تعترف به إسرائيل أكثر من أربعمائة جنديين وضابط وباشرة معي من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خول الخالدي خول آخر الأخبار تشير إلى عملية نزوح كبيرة جدا باتجاه رفح آخر التفاصيل والمعلومات المتعلقة بذلك نعم فعليا عملية التواغل البري في مرحلتها الثانية والتي بدأ بها الجيش الإسرائيلي في المناطق الجنوبية وتحديدا منطقة خان يونس من المناطق الشرقية أو المحاور الشرقية تحديدا دفعت المواطنين الفلسطينيين لأخذ الأمر بشكل جدي لعدم تكرار السيناريو الذي حدث في مناطق الشمال ومناطق محافظة غزة في عملية المحاصرة الطويلة والتي دامت لأيام في تلك المناطق والمجازر التي نفذت بحق الفلسطينيين وبالتالي هناك تخوف واضح من إعادة هذا السيناريو بشكل واضح في المناطق الجنوبية وبالتالي تلجأ هذه العائلات وهي تعتبر من العائلات الكبيرة جدا وأرقام عالية لأعداد النازحين في تلك المناطق بالتوجه فعليا إلى المناطق أكثر جنوبا وهي منطقة رفح وبالتالي حتى مجمع ناصر الطبي في منطقة خان يونس الآن في محاولة لإفراغه بشكل شبه كامل من الطواقم الصحفية ومن أعداد النازحين الكبيرة تخوفا من عملية وصول الجيش الإسرائيلي إلى هذا المشفى بشكل واضح وبالتالي الاشتباكات مازالت مستمرة في عدة محاور أساسية في المناطق الشرقية من محافظة تخان يونس مع التأكيدات التي طالت بأن الجيش فعليا تقدم بشكل ملفوظ في عدة محاور أبرزها منطقة بين السهيلة وعبسان هذه المناطق هي المناطق الشرقية لمحافظة تخان يونس وبالتالي هناك تقدم واضح في ظل اشتباكات عنيفة في تلك المناطق مع تأكيد أيضا أن الجيش الإسرائيلي فصل بشكل شبه تعم المناطق الوسطى عن المناطق الجنوبية طيلة الليلة الفائتة من خلال عملية تنفيذ الأحزمة النارية والصواريخ التي أطلقت ما بين منطقة دير البلح وما بين منطقة دير خان يونس تحديدا وبالتالي هناك أعداد كبيرة من الإصابات والضحايا في هذه المناطق التي تعرضت إلى وابل من الغارات الإسرائيلية مع التأكيد أن هذه المناطق أيضا تعرضت إلى غارات في عمقها منطقة دير البلح في المناطق الوسطى والغربية تعرضت إلى وابل من الصواريخ الإسرائيلية والقذائف التي أطلقت من البوارج البحرية الإسرائيلية على المنطقة الغربية بالإضافة إلى أن مناطق وسط خان يونس وسط رفح بالإضافة أيضا إلى المناطق الشمالية من محافظات غزة تعرضت أيضا إلى كثافة واضحة من النيران والصواريخ الإسرائيلية بالأمس كان هناك استهداف واضح لمحيط مستشفى كمال عدوان عدد من الصواريخ التي أطلقت ما أسفرت عن ووقوع عشرات الضحايا والإصابات ومنذ قليل كان هناك عملية انتشال لعدد من المصابين الذين سقطوا خلال اليومين الفائتين في منطقة أبو هولي وهي المنطقة الوسطى ما بين محافظة دير البلح وما بين محافظة خانيونس والتي لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إليها في وقت سابق منذ قليل تمكنت بعض السيارات المدنية من الوصول إليهم ووجدوا أن هناك عدد منهم مصابين وعن مزالوا على قيد الحياة وبالتالي وصلوا إلى هنا إلى مستشفى الشهداء الأقصى في محاولة الانتشال المزيد من الضحايا والإصابات طب ما دمنا أيضا نتحدث عن خانيونس على وجه التحديد خوله هنا ماذا عن حصار بعض العائلات في مناطق معينة أيضا في خانيونس؟ نعم فعليا هناك عشرات النداءات والمناشدات التي وصلت من عائلات فلسطينية لم تتمكن من الخروج من المناطق الشرقية كلنا يعلم بأن محافظة خانيونس هي المحافظة الأكبر في قطاع غزة فعليا ولديها مزارع وعدد من الأسر الفلسطينية التي تعيش في تلك المناطق منذ عشرات السنين وبالتالي هناك أعداد كبيرة من المواطنين والأسر الفلسطينية تقطن في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس عملية حصارها بالآليات والدبابات العسكرية والاستهدافات المباشرة والغارات الإسرائيلية جوا وبرا وبحرا في تلك المناطق فعليا أفقدت هذه العائلات قدرتها على النزوح أو الخروج تحت نار هذه الصواريخ بشكل واضح وبالتالي هناك نداءات للصليب الأحمر الدولي بالتدخل من أجل عملية إجلائهم من تلك المناطق وإيصالهم إلى أماكن أكثر أمانا مع العلم أن كافة مناطق قطاع غزة الآن ترزح تحت الصواريخ الإسرائيلية وبشكل مكتب طيب هل يمكن أن نقدم مقاربة خولة مقاربة مكانية وزمانية متعلقة بأنه بمطالبة الأهالي بالنزوح من شرق خانيونس إلى غربها والآن نتحدث عن نزوح من نفس المحافظة إلى جنوبيها تحديدا إلى رفح نعم فعليا الجيش الإسرائيلي يحاول أن يضيق الدائرة المسموخ فيها للسكان الفلسطينيين بالتواجد هناك أعداد كبيرة جدا للنازحين هذا الأمر استخدمه مع سكان المناطق الشمالية ومحافظة غزة بعملية تكديسهم في المناطق الأكثر جنوبا في المحافظة الوسطى وخانيونس ورفح بالتالي كان هناك تكدس واضح لأكثر من مليون وتسعمائة ألف نازح ونازحة في هذه المناطق الآن هذه الأعداد كلها بالإضافة للسكان الأصليين في هذه المناطق يحاول الجيش الإسرائيلي تكديسهم في بؤر أكثر صغرا بالحجم وبالتالي هناك تكدس واضح لهذه الأعداد المحافظة الوسطى هناك تخوف واضح من عملية فصلها ما بين المنحافظة الشمالية والمحافظات الجنوبية هي الآن محاصرة ما بين هاتين المحافظتين بالإضافة إلى استهدافها بشكل مباشر من قبل البوارج البحرية من الجهات الغربية وأيضا من الآليات والدبابات العسكرية من المناطق الشرقية بالتالي هي متواجدة في المنطقة الوسطى ولا يتمكن أي مواطن فلسطيني من عملية الخروج أو حتى استقبال أي شاحنات مساعدات وبالتالي هناك تخوف واضح لدى هؤلاء المواطنين أما محافظة خان يونس عملية النزوح كانت على قسمين النزوح من المناطق الشرقية باتجاه الوسط وأيضا المناطق الشمالية المحادية لخان يونس باتجاه الأماكن الأكثر وسطية وأكثر جنوبا وبالتالي هناك توجه لتضييق مساحة التواجد للعائلات الفلسطينية بالمناطق الجنوبية ومثل منطقة رفح والتي أيضا تشهد تكدس واضح لأعداد النازحين والعائلات الفلسطينية وهناك تخوفات من انتشار الأمراض والأوبئة وعدم تمكن الجهات المعنية والمسؤولة في قطاع غزة من إيفاء الالتزامات والاحتياجات اليومية لهذه العائلات في ظل أيضا استمرارية دخول فصل الشتاء خلال الأيام والأسابيع القادمة وبالتالي هناك عدد من النداءات تتعلق بعدم منح الفلسطينيين عملية النزوح القصري أو استخدام عملية النزوح القصري والذي هو منافي لكل القوانين الدولية والإنسانية من طبيعة الحال طبعا بما يترافق ذلك ويتماشى مع فصل المناطق الجنوبية شمال رفاح الجنوبي خان يونس وشمال خان يونس شكرا جزيلا إذن من دير البلح وسط قطاع غزة الصحفية خول الخالدي يعطيك العافية خولة أعلن مسؤولنا عسكريون إسرائيليون أنه مقابل كل مدنيين يقتلان في الهجوم على حماس في قطاع غزة يقتل مقاتل من الحركة اعتبر أحد المسؤولين العسكريين أن استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية يندرج ضمن الاستراتيجية الأساسية لحماس على حد قوله أعرب المسؤول العسكري الإسرائيلي عن أماله في أن تكون هذه النسبة أدنى بكثير في المرحلة المقبلة من الحرب يمكنني تأكيد التقرير واستطيع أن أقول إنه إذا كان هذا صحيحا فأرقامنا سيتم تأكيدها إذا قارنت هذه النسبة بأي صرع آخر في المناطق الحضرية بين جيش النظامي ومنظمة إرهابية تستخدم المدنيين كدروع بشرية لها ستجد أن هذه النسبة إيجابية للغاية وربما فريدة من نوعها في العالم معي مباشرة أحمد حمادة وهو شاهد عيان من منطقة القرارة في خان يونس أحمد ما الذي يحصل الآن في القرارة؟ يعني الوضع سيء وصعب للغاية تم استهدافنا مباشرة من قبل خوات الاحتلال صباحة أو مساء أمس بتحديدا بعد أن تم الاتصال على أحد أفراد الأسرة في منطقة بعيدة عنها ومسافة ما تم الاتصال بنا لإبلاغنا بأن المنطقة التي نتواجد بها هي منطقة عمليات عسكرية مغلقة تم استهدافنا مباشرة بعد ربع ساعة تقريبا من التبليغ بمكان الاستهداف ووجد لدينا إصابتين طفيفات بحمد الله بعد هذا الاستهداف ولكن اللافت هنا أننا خرجنا من هذا المكان إلى مكان آخر بعيد عن المنطقة التي كنا متوجدين فيه وتم أيضا إبلاغ هذا المكان دون إبلاغه حتى تم استهدافه مباشرة صباحا هذا اليوم مما أدى إلى جعلنا أن نخرج إلى مكان آمن وبالتالي تم استهداف الطريق والناس تسير بمناطق آمنة وذهبنا إلى مدرسة الوكالة وتم إغلاق الباب في أوجه المواطنين وطبعا اتصلنا على الصليب الأحمر لكي يتم إجلاء المواطنين المتواجدين في هذا المكان وهو طبعا في حي خان يونس المنطقة الغربية تعرف وبالتالي الاستهدافات متتالية وإسرائيل لا تعطي الحرية للمواطنين ولا يوجد أي مكان آمن في قطاع غزة طيب أنت تقول أنه تم إخبار الصليب الأحمر بتلك العائلات الموجودة في القرارة هل وصل رد؟ عفوا لم يتم مبلاغ الصليب الأحمر نحن من تواصل مع الصليب الأحمر عبر الحاتف وقالوا لنا بأن هذه المنطقة هي منطقة عمليات أفكارية مغلقة ولا يمكن تواقمنا الوصول إليها وقد تم استهدافنا مباشرة مرة ثانية بنفس المنزل الذي يكون متواجدين فيه مما أدى إلى خروجنا على منأسوريتنا الشخصية لفلات بأرواحنا وأرواح المواطنين المتواجدين معنا بطبيعة الحال لم يخرج الجميع يا أحمد فقط من استطاع أو أخذ على نفسه المجازفة للخروج من القرارة إلى أي نقطة آمنة صحيح صحيح وحتى يوجد الآن أناس موجودون في مكان المنطقة العسكرية المغلقة ومستهدفة فائليا وحتى اللحظة لا يمكن التواصل معهم آخر خبر قد وصل لدينا أنه لا يمكنهم فتح الأبواب ولا حتى أي مكان يستطيعوا الهروب منه وهم الآن محاصرون في المكان نفعل التواصل معهم والوصول إليهم لكن الاتصالات وعدم موجود أي شخص في المنطقة حال التواصل إليهم طيب بما يتعلق بمسألة النزوح تجاه رفح في أي معلومات عندك أحمد الغالب المواطنين في تخبط مستدام يعني البعض يتجه للغرب والبعض يتجه للشرق والبعض يسأل الآخر أين أذهب أين من كان الآمن نحن اتجهنا منطقة الغرب وهناك ناس يتجهوا منطقة رفح ولكن يوجد لدينا عائلات أخارب لنا الآن في رفح وأيضا هم محاصرون في المنطقة القريبة من منطقة الأوروبي وبالتالي لا يوجد أي مكان آمن حسب ما يتحدث به أعلام الاحتلال ووسائله وحكومته بأن قطاع غزة يجب أن يتجه إلى الجنوب أنا أحد الأشخاص الذي نزح من قطاع غزة وتحديدا من منطقة تل الهوى نزحته إلى منطقة خان يونس وهذا كانت المنطقة الآمنة بمعتبر أن إسرائيل حددتها إلى المواطنين كي ينزحوا إليها وبالتالي لا يوجد منطقة آمنة الآن نحن ننزح من خان يونس إلى منطقة الغرب إلى منطقة المواصف أين المنطقة الآمنة؟ لا أحد يعلم ويعني هو مجرد مثال لمواطن فلسطيني في أقل من ستين يوم جرب النزوح مرتين وبانتظار النزوح الثالث شكرا جزيلا يا أحمد حمادة شاهد عيان من منطقة تلقرارة في خان يونس يعطيك العافية وشكرا لعلي أنتقل الآن أيضا إلى أمام ومحيط المستشفى الكويتي برفح جنوبي قطاع غزة مراسل حدث أحمد حرب أحمد مسألة النزوح آخر المعلومات المستجدة بما يتعلق بذلك هل هي حالة نزوح كبيرة وعنيفة باتجاه رفح من خان يونس؟ بكل تأكيد أحمد نحن في قدومنا من مستشفى ناصر أو مجمع ناصر الطبي في خان يونس إلى هنا إلى مدينة رفح مرينا بمنطقة المواصف وهذه المنطقة مساحات شاسعة من الأراضي هناك آلاف النازحين متواجدين فيها يحاول بعض النازحين إقامة الخيام والبعض الآخر يجلس ويفترش الأرض الأوضاع صعبة حركة نزوح صراحة كبيرة وخطيرة خاصة عندما نتحدث لا تتوفر في هذه المناطق لا مياه ولا كهرباء ولا غداء وهناك صعوبة أيضا في وصول سيارات المساعدات إلى هذه المناطق في غرب مدينة رفح في منطقة المواصف وبالتالي العائلات أوضاعها كارثية صعبة جدا هناك بعض العائلات تحدثنا معها سريعا لا تعرف ماذا تفعل تجلس في هذه المناطق لا يوجد أي أحد يوفر لهم أي مقومات أو احتياجات في ظل هذا الوضع الذي يعانون منه نحن نتحدث مع عائلات أحمد كما قال شاهد العيان نزحت أكثر من أربعة مرات نزحت من مدينة غزة ثم إلى المناطق الجنوبية في خان يونس من خان يونس توجهت إلى مجمع ناصر الطبي وبعد ذلك نزحت إلى منطقة أخرى في رفح والآن تنزح إلى هذه المنطقة التي يعتبرها الجيش الإسرائيلي منطقة آمنة وبالتالي حركة النزوح الآن تزداد كثافة وازدحام خاصة في المناطق الغربية لمدينة رفح الوضع معساوي وصعب يحتاج وقفة من كافة المؤسسات الدولية لتقديم الرعاية وتقديم الاحتياجات وتقديم المياه والكهرباء والغداء إلى هذه العائلات التي أوضاعها صعبة جدا للغاية هناك أطفال نساء يفترشونها أرض شاهدنا مشاهد قاسية نعم يعني للمزيد من التوصيف نحن عندما نتحدث عن قطاع غزة في من مليونين ومتين ألف إلى مليونين وثلاثمائة ألف وأصلا نزحت أعداد كبيرة من منطقة الشمال إلى محافظة غزة وبالتالي جنوبا ونتحدث أيضا عن نوعية جديدة من هذا النزوح من خان يونس من مناطق الجنوبية أيضا إلى رفح كيف يمكن استيعاب هذا العدد الكبير والهائل لأصلا لقطاع هو يمتاز بأنه الأكثر كثافة في العالم يعني أحمد الوضع مأساوي رفح تزدحم بشكل كبير خاصة في المناطق الوسطى من مدينة رفح هناك آلاف النازحين متواجدين في مراكز الإيواء التابعة لوكالة الأمر وأيضا في المستشفيات المتواجدة في مدينة رفح واليوم حركة نزوح كبيرة جدا وبالآلاف في المنطقة الغربية لمدينة رفح وبالتالي هذا الوضع سوف يزيد صعوبة خاصة أحمد ونحن نتحدث عن مدينة رفح يعني هناك نقص كبير في المواد الغدائية والتموينية والبياة الصالحة للشرب النازحين الذين نزحوا في الأيام الماضية يعني كان زاد العدد كبير لسكان مدينة رفح بالأساس وبالتالي نحن اليوم نتحدث عن نزوح آخر لآلاف العائلات جاءت هنا إلى مدينة رفح وبالتالي سوف يكون هناك ضغط كبير على كل المقومات المتهالكة أصلا أحمد في مدينة رفح هناك نقص في المياه نقص في الكهرباء نقص في المواد الغدائية في المواد التموينية هنا في جانبنا أحمد محطة لتعبئة المياه الصالحة للشرب آلاف المواطنين متواجدين الآن بجنبي يحاولوا تعبئة الأقلان الخاصة بهم وبالتالي نحن نتحدث عن وضع مأساوي في الساعات والأيام القادمة سوف تكون هناك كارثة في مدينة رفح كارثة إنسانية على كافة المستويات الضغط يزداد أعداد النازحين تزداد من المناطق الشرقية والغربية لمدينة خان يونس يأتي هنا إلى هذه المناطق في شرق رفح وأيضا في غربها وبالتالي الوضع سوف يزداد سوءا وكالة الأنروا لا تستطيع تقديم الاحتياجات وكافة المواد الغدائية لهذه العائلات والألاف والأعداد الكبيرة من النازحين حاولت إقامة خيام في العراء وفي هذه المساحات الشاسعة ولكن لم تكفي هذه الخيام مرينا من المخيم الذي تحاول وكالة الأنروا إقامته لا يوجد مياه لا يوجد كهرباء لا يوجد مواد غدائية لا توجد مياه صالحة للشرب الأوضاع مأساوية صراحة في هذه المنطقة منطقة المواسي غرب مدينة رفح شكرا جزيلا إذن من محيط وأمام المستشفى الكويتي برفح جنوبي قطاع غزة مراسل حدث أحمد حرب شكرا ويعطيك العافية نقلت صحيفة وولستيد جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل قد أقامت نظاما كبيرا من المضخات قد يستخدمه لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة في محاولة لإخراج مقاتليها ذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلية أكمل في منتصف نوفمبر الماضي وضع ما لا يقل عن خمس مضخات على بعد ميل تقريبا إلى الشمال من مخيم الشاطئ للاجئين يمكنها نقل آلاف الأمتار المكعبة من المياه في الساعة ويمكنها كذلك إغراق الأنفاق في غضون أسبيع أفاد التقرير أنه لم يتضح ما إن كانت إسرائيل ستفكر في استخدام المضخات قبل إطلاق صراح جميع المحتجزين ووفقا للصحيفة فإن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن إسرائيل أبلغت واشنطن بالخطة مطلع الشهر الماضي ودارت مناقشات حول الخطة وتأثيرها على البيئة إضافة إلى إمدادات المياه في القطاع مباشرة معي من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي أهلا ومرحبا بك زياد زياد يعني بحسب ما نقرأ في الصحافة الإسرائيلية حتى الغربية والأمريكية يتضح أنه مدى التباين ولربما سمه التناقض إذا شيئت كبير في أداء إدارة الحرب العسكرية في القطاع هل بالفعل هذا هو الواقع بين أركان الحرب مجلس الحرب بإسرائيل هذا صحيح هناك التباين هناك خلافات أعطيك مثالا وزير الدفاع الإسرائيلي لا يطيق الجلوس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي جالانت ونتنياهو لأسباب شخصية أساسا لا تتعلق فقط بهذه الحرب جالانت يتأخر على الجلسات التي يكون فيها نتنياهو ويجعله ينتظر رفض عمليا الظهور في مؤتمر صحفي مع نتنياهو لماذا؟ لأنه يتهم نتنياهو بأنه يقوم بإحاطات للأعلام الإسرائيلي ضد قادة وضباط الجيش الإسرائيلي نتنياهو يسرب ويتهمهم بالتقصير وبالمسؤولية عن الإخفاق المدوي غير المسبوق منذ أنشاء إسرائيل في حرب هذه أكتوبر عام 23 التي نحن ما نزال فيها على المقلب الآخر جانتس وأيزنكوت اللذان انضموا إلى هذه الحكومة أيضا على خلاف كبير مع نتنياهو والحكومة الحالية لأنهما يريدان التفاعل أكثر في قضية اليوم الذي سيلي هذه الحرب في قطاع غزة يقولان لا يكفي أن نقول ما لا نريد في قطاع غزة علينا أن نقول ما يمكن أن يكون هناك ولهذا أيضا هناك خلاف مع الأمريكيين السبب في ذلك وفق هذين الرجلين بأن نتنياهو ما يزال أسيرا للمتطرفين مثل سمودريتش وبينكفير الذين يريدان عودة الاستيطان حتى إلى قطاع غزة وتهجير القطاع ونيتنياهو لا يستطيع أن يتعفاعل مع أي جهد أمريكي لأي ترتيبات سياسية ممكنة في قطاع غزة لاحقا وهذا ربما في أسباب الخلاف وهناك بعض الخلافات أيضا على الأداء على الأرض بالنسبة للجيش الإسرائيلي رأينا هذا أيضا على جبهة الشمال على سبيل المثال جالانت كان يريد ضربة استباقية لحزب الله عمليا أن تبادر إسرائيل لضربات استباقية لمواقع حزب الله في الحدود كي تكون رسالة قوية بأنها جاهزة للقتال في تلك الجبهة نتنياهو منع ذلك عمليا بضغط أمريكي وهكذا يعني هناك الخلافات بين الحين والآخر في كثير من الإتجاهات طيب ما الذي يدور في الداخل الإسرائيلي أيضا زياد بما يتعلق عندما يتحدث القادة عن إنجازات الحرب في الشمال وإعادة ترجمة هذه الإنجازات في الجنوب في الوقت الذي نجد فيه أيضا مسؤولون عسكريون آخرون يمكن مثال على ذلك رئيس الجهاز المدرعات على ما أعتقد يتحدث عن إنه الحرب صعبة والموضوع يستحق ويستغرق شهرين حتى نحقق أهداف إسرائيل هذا صحيح هناك صدمة في إسرائيل ومفاجأة حقيقة لا يخفيها حتى الإعلام يتساعل الإعلام بالضبط هذا السؤال الذي طرحته الآن طرحته عفوا الآن يطرحه الإعلام الإسرائيلي لماذا قالوا لنا هناك إنجازات وأن حماس فقدت السيطرة في الشمال وانهارت وما إلى ذلك ويتضح بأن الحرب في الشمال كما لو كان اليوم الأول من حيث القتال أعطيك مثالا ما حدث بالأمس فقط ربما كيف من مشاهد ماذا نقصد في المعلومات على الأقل أمس كان هناك كمين للواء جفعاتي في منطقة بيت حنون خرجوا من أنفاق قريبة وفي كمين لهذه المجموعة من الجنود أيضا في حي الشجعية كان هناك كمين للواء جولاني الذي ذهب إلى هناك لو لا تدخل المدفعية في اللحظة الأخيرة قصف هائل كان في تلك المنطقتين كان عدد القتلى من الجنود الإسرائيليين بالعشرات أمس وبالتالي انتهى إلى مقتل ثلاثة من سلاح المدرعات باستهدافات وما إلى ذلك وانسحب المقاتلون الفلسطينيون إلى الخلف بسبب القصف المدفعي هذا يعطيك نموذجا بسيطا على قوة القتال في المنطقة الشمالية إسرائيل قالت أنها تعتقد بأن قادة حماس يجلسون تحت مستشفى الشفاء في قطاع غزة في أنفاق وأن الأسرة معهم هذا ما قالته في الإعلام الإسرائيلي تباعا اتضح غير صحيح وبالتالي الآن يقولون لا ليس في الشفاء الآن في خان يونس كل هذه الأمور عمليا تنتقد في الإعلام الإسرائيلي لهذا رأيت نتنياهو يحول قضية استعادة أسرى مدنيين من حماس إلى الإنجاز الأساسي في هذه الحرب حتى الساعة إذن قراءة ميدانية وإذن قراءة في الإعلام الإسرائيلي كان معنا من حدود قطاع غزة مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حالبي يعطيك ألف عافية قتل الجيش الإسرائيلي شابا فلسطينيا واعتقل شقيقه خلال اقتحام مخيم قلنديا شماليا القدس فيما تواصل القوات الإسرائيلية حملتها الأمنية المكثفة في مختلف المحافظات الفلسطينية وأبرزها جنين التي شهدت اشتباكات مصلحة مع مقاتلين فلسطينيين خلال اقتحام للمدينة والمخيم دمرت فيه الجرافات الإسرائيلية شوارع وأزقة داخلها قبل انسحابها كما شهدت كل من مخيمات عسكر بنابلس والجلزون برامالله ودهيش في بيت لحم عمليات دهم وتفتيش أسفرت عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين إضافة لبعض الإصابات خلال اشتباكات ومواجهات عنيفة إسعاف يا حالة إسعاف يا حالة إسعاف يا حالة فتش بالسعاف قدام مستشوى العمالي معي من رامالله مراسل الحدة عبدالحفيظ جعوان أهلا ومرحبا عبدالحفيظ نقف على الأخبار الميدانية نعم حاليا هناك عملية تشيع جثمان الشاب محمد مناصر الذي قتلته الكوات الإسرائيلية صباح هذا اليوم عندما كانت تقوم باعتقال أخيه عبدالله الشاب كان يهم بفتح الباب عندما داهمت الكوات الإسرائيلية المنزل لكن الكوات الإسرائيلية لم تنتظر وقامت بتفجير الباب وإطلاق الرصاص ما أدى إلى مقتله على الفور قبل أن تعتقل الكوات الإسرائيلية أخيه عبدالله وتنسحب من المخيم الجيش الإسرائيلي كان قد قتل الشاب من آخر في مخيم قلندية الواقع شمال الكدس أيضا يوم أمس خلال عملية دهم وتفتيش واسع نفذتها الكوات الإسرائيلية هناك خلال الليل كان هناك استهداف واضح للمخيمات الفلسطينية مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مخيم جنين عادة وأصبح بشكل شبه يومي يتم اقتحامه المخيم والمدينة بشكل عام أصبحت مدينة شبه منكوبة بسبب استخدام الجرافات الإسرائيلية الثقيلة التي عادة ما تلحق دمارا واسعا في البناء التحتية في المخيم والمدينة التوغل ترافق مع اشتباكات مسلحة مرة أخرى في جنين أيضا في مخيم عسكر في نابلس مخيم الجلزون مخيم الدهيشة كان هناك اقتحام وإصابة أربعة فلسطينيين بالرصاص أحدهم إصابته خطيرة جدا نتيجة المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة حصيلة كبيرة من المعتقلين لم تصلنا الحصيلة الرسمية ولكن شهدنا أيضا هذه الليلة حملات اعتقال بمعنى أن الكوات الإسرائيلية تداهم بعض المناطق وتعتقل عدد كبير من المواطنين تفرج عن بعضهم وتبقي بعضهم أيضا رهنة الاحتجاز والتحقيق الذي قد يصل لأيام طويلة طب يعني ليس من باب التحليل عبد الحفيظ ولكن من باب المتابعة هذا العدد الكبير من الاعتقالات هل نفهم منه أن هؤلاء ليسوا مطلوبين وإنما هو حراك فوضوي إسرائيلي متعلق بصعوبة السيطرة لربما عكسات صعوبة السيطرة في القطاع ينعكس في الضفة الغربية مثلا يعني هو إسرائيل تبرر ما تقوم به بأنه يعني القضاء على القواعد التنظيمية لحركة حماس فيها الضفة الغربية ولمنع أي رد فعل فلسطيني ولكن ما يجري اعتقالات كبيرة وكبيرة جدا يعني إذا ما أرادت إسرائيل أن تعتقل أي فلسطيني يكتب منشورا ضد ما يجري في قطاع غزة أو يهدد أو يعني يعبر عن رأيه فستعتقل كل الفلسطينيين في الضفة الغربية وعمليا هناك يعني اعتقالات غير مسبوكة بشكل كبير جدا ويعني هناك بعض الممارسات الإسرائيلية حتى في عمليات الاعتقال يعني عندما مثلا يتم اعتقال نحو 20 شخص من قرية واحدة يأخذ عشرة ويترك عشرة في الشارع ويقول الجنود لهم السلاح مصوب عليكم ولا تتحركوا ويبكوا حتى الصباح في وسط الشارع وأهل القرية يعني ينتبهوا أن جزء من السكان مربوطون وموجودين في الشارع وحتى عندما يتم إطلاق صراحهم مثلا يعتقل بعض الناس من جنين يفرج عنهم في الخليل جنوب الضفة الغربية في الليل ويلكون على الحواجز وهم مكبلي اليدين ومموضي العينين وبالتالي هذه الممارسات يقول الفلسطينيون أنها تهدف إلى التنكيل والترويع وليس أكثر من ذلك طبعا هذه الممارسات والانتهاكات كانت قد نقلت وصورت أصلا بعدسات موبايلات يعني تليفونات لجنود الإسرائيليين أنفسهم نفسهم من كانوا قد نشروها شكرا جزيلا من رامالله مراسل حدث عبدالحفيظ جعوان نفى الجيش الإسرائيلي ما أعلنته منظمة الصحة العالمية من أنه قد طلب منها إخلاء مستودع للمواد الطبية في جنوب غزة وذلك في غضون 24 ساعة قبل أن يصبح غير قابل للاستخدام نتيجة للعمليات العسكرية البرية في جنوب القطاع هذا النفي جاء بعد إعلان مدير عام منظمة الصحة العالمية أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الوكالة الأممية بوجوب إخلاء مستودع للمساعدات الطبية في جنوب غزة بالموازات مع ذلك أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية أن منظمة الصحة قليقة للغاية إذا استئناف الأعمال القتالية بما في ذلك القصف المكثف في غزة وقد قالت منصقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لان هاستينز إن توسع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى جنوب القطاع يمكن أن يؤدي إلى سيناريو أكثر رعبا قد تعجز العمليات الإنسانية عن التعامل معه وأضافت في بيان أن التوسع في العمليات البرية أجبر عشرات الألاف من الفلسطينيين على اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطا متزايدا أوضحت المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية أن لا مكان آمنا في غزة ولم يبقى مكان يمكن التوجه إليه وأكدت كذلك أن مراكز الإيواء في غزة بلا إمكانات إضافة إلى انهيار تام للنظام الصحي وانعدام لمياه الشرب النظيفة بالمقابل أعربت عن أسفها لعدم توفر الظروف المطلوبة لإيصال المعونة إلى الناس في غزة مباشرة ينضم إلي من رام الله المحلل السياسي محمد هواش أهلا ومرحبا بحضرتك من جديد ولعلنا نستكمل حوارنا سيد الهواش لربما الموضوع الأكبر الذي يدار أمريكيا منشور أيضا في الصحافة الأمريكية ما جاء على لسان بوليتيكو التخطيط لإدارة قطاع غزة بعد هذه الحرب ما وجهت نظر السلطة الفلسطينية لأن البعض يقول أنه أطلقت بعض التصريحات بأنها لن تقبل أن تأتي إلى قطاع غزة على ظهر دبابة أمريكية وإسرائيلية لكن حين تحين ساعة الصفر كيف تتوقع أن تتعامل السلطة مع ذلك؟ تحية لك أحمد مرة أخرى هذا الصباح وتحية أيضا لأساذ المشاهدين أعتقد بأن السلطة الفلسطينية يمكن ملاحظة مسألتين حددت من خلاله موقف السلطة من كل ما يجري وأبلغت هذا الموقف من خلال الاتصالات الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء العرب في الاتصالات السياسية والدبلوماسية في بداية المعركة قالت السلطة الفلسطينية بأن من حق الشعب الفلسطيني المقاومة حتى إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وبالتالي رفضت إدانة حركة حماس وقالت بأنها تدين قتل المدنيين من الجانبين الفلسطيني والإسرائيليين هذا هو الموقف الأول وهو يعطي شرعية للمقاومة المسلحة ضد الاحتلال وليس أي شيء آخر المسألة الثانية أيضا عندما تم تحديد مقترحات أمريكية من خلال اتصالات مع الولايات المتحدة من خلال زيارة بلينكين وزيارات أخرى لمسؤولين أمريكيين أبلغت السلطة الفلسطينية بلينكين وأبلغت الوسطاء الآخرين بأن السلطة الفلسطينية غير معنية على الإطلاق بأي ترتيبات قبل وقف طلق النار وقبل رؤية أن قطاع غزة سيكون سليما وأن تتوقف عمليات الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي التي تحاول إسرائيل تنفيذها عمليات التطهير العرقي ما زالت خطرا حقيقيا وليست مجرد دعاية أو تهويل إذا استطاعت إسرائيل أن تقوم بترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء فإنها لن تتأخر ولن تتوانى وبالتالي عندما يتم طرح مقترحات أو خطط لما بعد معركة غزة هذه مسألة من باب تطمين الفلسطينيين وإضعاف فكرة المقاومة والانسجام والشرعية شرعية الفلسطينيين في مقامة الاحتلال وشرعية الفلسطين في مطالبة إنهاء الاحتلال وإرام الدولة الفلسطينية هذا هو الموقف الذي تتحرك في إطار السلطة الفلسطينية بصرف النظر إن كان هذا يعني مجديا أو غير مجديا طيب اسمح لي فقط سيدة هواش يعني اسمح لي يعني دعني أنقل لكما جاء على لسان أولمرت رئيس الوزراء الأسبق حين قال إنه سلطة الفلسطينية ليست صديقة للإسرائيليين لكن يجب التعامل معها وبنفس الوقت عندما نتعامل مع هذه الأخبار المنشورة في بوليتيكو يقولون الحاجة للتعامل مع سلطة فلسطينية متجددة هل من مقاربة بين الأمرين؟ أعتقد بأنه يعني يجب فهم موقف بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية وموقف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة أولمرت كان أكثر رئيس حكومة إسرائيلي اقترب من التواصل إلى حل مع الفلسطينيين وأدار مفاوضات حثيثة جدا ومتواصلة وتوصل إلى تفاهمات أساسية مع الفلسطينيين وهو يفهم ما يريده الفلسطينيين وما يحتاجه وما أيضا تريده إسرائيل ويفهم بأن السلطة الفلسطينية كانت معنية تماما بالتواصل إلى سلام حقيقي وإلى إنهاء هذه المشكلة وإلى هذه القضية تمام وبأنها شريك حقيقي هكذا هو مفهوم مفهوم واضح بأن السلطة هي شريك حقيقي لأي سلام لفلسطينيين لإنهاء القضية الفلسطينية أما السلطة الحالية سلطة بن يمين نتنياهو هو يرفض تماما أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة بعد هذه الحرب وهو سابقا أيضا يرفض أي دور للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة سابقا وهو قام بتعزيز حركة حماس في قطاع غزة وأضعف السلطة الفلسطينية بهذا الموضوع هو كان يحاول فصل قطاع غزة عن الولايات الجغرافية والسياسية والوطنية شكرا جزيلا سيد هواش شكرا جزيلا هذه الثاني مرة في لقاء ثاني أنا بقاطعك وبعتها مرة أخرى بس يعني أنت تعلم عن ضيق الوقت من رمال أيضا نحل للسياس محمد واشع أعطيك العافية وآسف على مقاطعتك قال مستشار الأمن القوم الأمريكي جاك سوليفان إن رفض مقاتلي حماس إطلاق سراح الرهائن المدنيين المحتجزين لديهم قد أدى إلى استئناف القتال في قطاع غزة أضاف أن حماس ترفضه في الوقت الحالي إطلاق سراح الأسيرات الإسرائيليات اللائي كان من المفترض أن يشملهن الاتفاق قال في إحاطة له أن رئيس الأمريكي ووزير الخارجي ومدير المخابرات على اتصال مع الإسرائيليين والمصريين لحمل حماس على حل هذه القضية سوليفان قال أيضا إن الهجمات على الصفن في البحر الأحمر تمثل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين وقال إن لدى واشنطن كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه الهجمات كانت مدعومة بالكامل من قبل إيران وأكد أن الأسلحة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي في البحر الأحمر تأتي من إيران وزارة الدفاع البنتاجون والقوات الإسرائيلية على اتصال مستمر حول نطاق وطبيعة العمليات العسكرية في غزة وهذه محادثات تتم على كل المستويات وهذا يتضمن أيضا طريقة وصول المساعدات الأمريكية خلال العمليات العسكرية قال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن الوزير سامح شكري بدأ زيارة للولايات المتحدة اليوم الثلاثاء ينتظر أن يبحث خلالها المساعي الرامية لوقف الحرب في القطاع وأضاف المتحدث في بيان أن شكري سيلتقي خلال الزيارة مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بما في ذلك رؤساء وأعضاء اللجان المعنية بالسياسة الخارجية الأمريكية في الكونغرس الأمريكي وذلك بهدف دفع والتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين جدد مندوب إيران في الأمم المتحدة أو قبل ذلك نشاهد وإياكم هذه الصورة التي وصلت إلى غرفة الأخبار وصول ولي العهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى العاصمة القطرية الدوحة وذلك المشاركة بالقمة الخليجية إذن كما نشاهد وإياكم الأمير القطري يستقبل سمو ولي عهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وذلك في هذه القمة الخليجية في دورتها الرابعة والأربعين وذلك في العاصمة القطرية الدوحة وبتكيد وبطبيعة الحال سيكون ملف الصراع في غزة والحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في القطاع الأولوية بالنسبة لجدول التباحث والتدارس ومناقشة التداعيات لسيما الوضع الإنساني في القطاع إذن ما زلنا وإياكم نشاهد هذه الصور التي تظهر تباعا نبثها الآن على الهواء مباشرة كان قد وصل إذن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووفد السعودي كاملا معه وذلك باستقبال من أمير قطر الأمير تميم في العاصمة القطرية الدوحة هذه القمة الخارجية التي تأتي بعيدة قمة عربية إسلامية كانت قد عقدت في الرياض وذلك في ظل حرب تشنوها إسرائيل على قطاع غزة منذ حوالي ستين يوما وسط تفاعل دولي غربي مع هذا الصراع ومع هذه الحرب ومطالبات عربية في الوقت ذاته إلى وقف إطلاق النار والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال والتركيز بالتالي على الهدنة أو الهدن المؤقتة التي جاءت وفق رؤى غربية وعربية رغم معارضتها في بادي الأمر من قبل الأوروبيين والغرب بشكل عام في تبرير كان قد صرح به بشكل واضح سابقا بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها إلى ذلك جدد مندوب إيران في الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني نفي انخراط إيران في أي هجمات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط وجاء ذلك في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إذ أشار إلى أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة وتروج لها إسرائيل للتغطية على انتهاكها لمبادئ القانون الإنساني الدولي بحسب تعبيره ينضم إلي مباشرة من واشنطن أو قبل ذلك فقط لعلنا نقف مع هذا الخبر المتعلق أيضا بالخارجية الأمريكية والإعلان حول أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تام ليندر كينغ سوف يزور منطقة الخليج هذا الأسبوع البيان أضاف كذلك أن ليندر كينغ يعمل مع الأمم المتحدة والسعودية والإمارات وعمان والشركاء الدوليين لدعم حل الصراع في اليمن إذ سيؤكد على أولوية الولايات المتحدة في الحوار السياسي اليمني اليمني لإنهاء الحرب وأشار البيان إلى أن نشوب صراع أوسع في الشرق الأوسط لا يخدم مصالح واشنطن وشركائها الإقليميين الداعمين للسلام الدائم في اليمن أوضح كذلك في السياق أن الولايات المتحدة تعمل مع شركاء رئيسيين وذلك لتأمين ممر آمن للشحن العالمي مباشرة معي من واشنطن الباحث بشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية أستاذ إيهاب عباس أستاذ إيهاب أهلا ومرحبا بحضرتك على شاشة الحدث اليوم عندما ننظر إلى هذا المشهد تحديدا أمريكيا هل نتحدث عن مصالح أمريكية في هذه الممرات المائية ولا نتحدث عن شراكة أمريكية أسرائيلية تحظى بالأولوية ولذلك جاء التحرك الأمريكي أم ربما عن أسباب أخرى نعم أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وأهلا بكل المشاهدين هي كل الأسباب التي ذكرتها حضرتك وأسباب أخرى أيضا بمعنى أنا أضيف ربما سبب أو اثنين لسببين الذين حضرتك ذكرتهم المصالح الأمريكية والصداقة والشراكة الإسرائيلية الاستراتيجية الأمريكية طبعا بالإضافة لمكفحة الإرهاب بالإضافة طبعا لأيضا أن واشنطن لا تريد أن يكون لهذه المنطقة من قبل الصين وروسيا أي سيطرة أو تفوق عليها فيها لذلك هي تريد أن تبقي الأمور في إطار السيطرة السياسية والعسكرية إذن هذه الأسباب الأربعة هي التي تحرك واشنطن أيهما يأتي قبل الآخر هي تعتمد على الوقت وتعتمد على أيضا التحديات حاليا التحدي الأكبر والأهم للولايات المتحدة الأمريكية هو الحرب الإسرائيلية الفلسطينية لماذا؟ لأن احتمالات توسع هذا الصراع ما زالت قائمة خاصة أن واشنطن ما زالت تدعم إسرائيل قلبا وقالبا بأقصى قوة فيما يتعلق بمحاولة إسرائيل تحقيق أهدافها التي لم يتحقق منها أي شيء حتى الآن ولذلك جاءت فكرة التهجير القصري باتت تطفو على السطح من جديد برغم أن واشنطن ترفض هذا الأمر إلى أنها أصبحت قائمة لماذا؟ لأن إسرائيل لم تحقق هذه الأهداف وهي تحاول أن تدفع الفلسطينيين اليوم لأقصى زاوية ممكنة داخل القطاع ربما يساعد ذلك على إخراجهم بالقوة القصرية والجبرية من القطاع طيب سؤالي الآخر هل نتحدث عن فعالية في الدور الأمريكي أكبر من السابق بما أن المصالح الأمريكية قد تضررت هل نتحدث كذلك عن إدراج الحوثي على قائمة الإرهاب طالما أن إدارة بايدن قد رفضت أو لم تجعل لهذا الملف وزنا نذكر هنا طبعا أن إدارة بايدن هي التي رفعت جماعة الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأمريكية طبعا بعدما أدخلهم إليها الرئيس السامك دونالد ترامب قبل مغادرته البيت الأبيض بأسابيع قليلة جاء جو بايدن بعد ذلك وقام بإخراجهم من القائمة وقال بعد ذلك عندما كثفت جماعة الحوثي هجماتها على المملكة العربية السعودية قال إنه يدرس إمكانية إعادتها مرة أخرى إلى قائمة المنظمات الإرهابية طبقا لوجهة النظر الأمريكية ولكن هذا لم يحدث أيضا فإذن واشنطن أنا من وجهة نظري غير جادة في الواقع يعني إحلال السلام والأمن في اليمن ولا تدعم الجهود الدولية والعربية والشرعية لإعادة الشرعية لليمن وبالتالي إذا ما قامت واشنطن اليوم بهذه الخطوة فهي ستأتي في إطار محاولاتها تحقيق أهداف أبعد من فكرة الشرعية في اليمن ويعني مكافحة الإرهاب ستأتي لأهداف أبعد من ذلك أهداف متعلقة ربما بإيران ومحاولة تحجيمها والسيطرة عليها وعلى أذرعها بالوكان خاصة أن واشنطن دعت لعدم توسيع السرع إذن نكتفي بهذا القدر شكرا جزيلا إذن من واشنطن بالباحث بالشؤون الأمريكية والعلاقات الدولية إيهاب عباس كنت معنا من العاصمة الأمريكية وواشنطن يعطيك ألف عافية وشكرا لحضرتك ألف شكرا ألف شكرا أستاذ أحمد إذن وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية ما زالت هذه الساعات إذن تنصب على متابعة الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة أشكر لكم طيب المتابعة تحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر